من واصل حديثنا مع الأخ نضالة أهلا وسهلا أخ نضالة أهلا وسهلا فكري فعلا أنت عطيتنا هيك زي سيناريو مقتطفات عن حياتك كشخص مسلم إلى أن التقيت أو التقى المسيح فيك بالأحرى وآمنت بالرب يسوع لكن آخر كلمات اللي لما الرب تراء وأعلن ذاته لإلك ومن خلال الكلمة وأنت بتقرأ في إنجيل يحنى وجدت في يحنى 14 آية 6 كلام يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة خدنا من هذه النقطة شو اللي صار معاك من هذه اللحظة كل شي تغير بس أعطينا الصورة حتى نفهمها أكتر أمين أخ نزار أنا رح كفي لكن بالأول حابب إقرأ للمشاهد إذا هو مسلم ويقول أنا من أمة محمد كنا نفتخر أنه نحن من أمة محمد ونحن خير أمة أخرجت للناس حابب أقول له كلمات ممكن ما سمع بحياته بسفر أشياء بالعهد القديم الإصحاح 65 والآيات واحدة واثنين بيقول أصغيت إلى الذين لم يسألوا وجدت من الذين لم يطلبونني قلت ها أنا ذا ها أنا ذا لأمة لم تسمي باسمي بسطت يداي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره وبالحقيقة أنا وجدت نفسي هذا الشخص اللي كان سائر وراء أفكاره متمرد أنا نهايتي شو ما صار يوم الأيام يخرج النبي بيقول كل الناس تقول نفسي نفسي إلا هو يقول أمتي أمتي لكن وجدت هذا الكلام عم يعطون أيام مثل ما بنقول أكشن أو دراما وجدت يسوع المسيح بدل ما بيقول أنا بعيد عنكم أو روح أعمله لألي هو إجا وخلصني وأخذني بعد ما قرأت ورجعت للشخص قلت له الإيد يسوع هل أنا هو الطريق والحق والحياة قال لي شو الخطوة الثانية قلت له أنا مستعد لأي خطوة ثانية هي تعرف على إلهي قال لي إله جديد بالنسبة إلك قلت له أنا بالنسبة إلي هو إله كل شي لأنه هو اللي اختبرت راحتي فيه قال لي لسه صار يومين قلت له اليومين ما بتعرف في تعب الأديم أو تعب الخطيئة اللي هو ما كنت قادر تعبر عن تعب الخطيئة بالضبط لكن قلت له تعب المشاكل اللي بمورفية وبلش هذا الشخص يقرأ مع الكتاب المقدس ندرس الكتاب أنا وياه بلشنا نصلي صليت معه سلمت حياتي للمسيح وانطلقنا من هذه النقطة لما بتقول سلمت حياتي للمسيح يمكن كتير من أحبائنا المشاهدين وبالذات يمكن المسلمين مش فاهمين إيش هذا الإصطلاح ممكن توضحوا سلمت حياتي للمسيح لما شوف أخ نزار ممكن كمسلمين أخذنا أو ورثنا الديانة أخذناها كورث ونحن مقبلنا نحن أخذنا الدين من أهلنا نحن مقبلنا وقلت له أنا أقبلك رب لحياتي أنا أقبلك سيد حياتي نحن أول ما يولد الطفل يأذنوا بإذنه يأذنوا الله أكبر الله أكبر وكفاية الأذان هو عطول دين لكن أنا لما سلمت حياتي للرب أنا أقول له بإقرار شخص يا رب أنا أقبلك رب وسيد لحياتي أنا أقبلك أنت ملك قلبي أنا أقبلك أنت الحاكم لحياتي وانت ملكي هذا الكلمة اللي هي سلمت حياتي للرب أي أنا اخترتك وأنا اللي اخترت تكون معك لأنك أنت حبيتني أنت اخترت تخلصني من الخطيئة لكن أنا أقبلك بإقرار الشخص مش كوراثة أخذت أو حدا دفعني لحتى تكون مسيحي أو لحتى تكون أعبد أيديانة مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر